هذا العام عيد برائحة المقاومة وبرائحة المرابطين والثابتين في المتارس عيد موهن الخطى وجبهات صاخبة هكذا يقضي رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني عيدهم في جبهات الحرب وهم يحرسون ليلة المدينة من محاولات ميليشيا الخوثي وصالح الانقلابية من العودة إليها وهجماتها المستمرة بين اللحظة والأخرى هنا تذوب مناهج العيد وتتلاشى أفراحه الملونة أمام غبار المعارك وتربص المقاتلين من خلف المتارس وأصابعهم القابضة على الزناد العيد في الجبهات ظروف قاسية تمر على المتارس ومن فيها بعيدا عن مناهج العيد وهداياه حيث مضت أيام العيد الأولاد دون معايدات الأهل والأحبة إلى من تلك التي يقوم بها قيادات المقاومة لمواقعهم التي يقضون فيها عيدهم بنكهة البارود وأصوات الرصاص نقول لهم رسالة واضحة للحوثيين العفافيش نحن هنا صامدون مهما فعلوا مهما حاولوا مهما حشدوا نحن هنا صامدون في صيامنا في متارسنا عيدنا في متارسنا لباسنا قعبتنا وسلاحنا لن نتراجع مهما صار لدينا خيارين إما النص أو النص طويل درب الحرية وشاقة خطواته لكنه على وعورته يبدو ممهدا أمام أقدام أنذرت خطاها للخلاص ولا يزال فجر الحرية ينتظر إشراق شموسه هنا في متارسنا نحن نبدأ عندما ينتهي الآخرين فعندما تنتهي الآمال المعقودة على السياسة تبدأ خطوات التحرير التي تستند إلى البندقية وعزيمة المقاتلين ووعد بحرية الأرض كلها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطون في جبهات الحرب في المدن ومن فرضت عليهم الحرب حمل السلاح منذ ما يقارب عاما ونصفا وهم يصدون الميليشيا عن مدنهم بعد أن فخخت سلام اليمنيين بالعنف والألغام يمر عليهم العيد دون لقاء أهلهم ودون استراحة محارب لكنهم يتوقون إلى عيد أزهى وأبهى يحلم به جميع اليمنيين في تلك اللحظة التي سينقشع فيها غبار الميليشيا عن سماء اليمنيين وينعمون بسلام حقيقي ودائم ليكون للعيد مذاقه المضاعف ومناهجه المستدامة ترجمة نانسي قنقر